12 ألف جنيه عاجل الحكومة تعلن رفع أجور الموظفين الحمد لله رب العالمين أخبار حلوة يا جماعة الحكومة المصرية وفقت على مشروع قرار جديد لتعديل الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين في الدولة والهيئات العامة ووافق مجلس النواب على ذلك من أول مارس اللي هو من بداية النهاردة 2024 هيكون فيه زيادة في الرواتب بحيث إن الحد الأدنى للأجر مش هيقل عن 12 ألف جنيه شهريا للدرجة الممتازة و10 تلاف جنيه للدرجة العالية وتسع تلاف جنيه لدرجة المدير العام و7500 جنيه للدرجة الأولى و7000 جنيه للدرجة الثانية و6750 للتالتة و6500 للرابعة و6250 جنيه للخمسة و6000 جنيه للدرجة السادسة مش بس كده كمان هيكون فيه حافز تكميلي للموظفين والعاملين يمثل الفرق بين إجمال الأجر والحد الأدنى الجديد الهدف من القرار ده هو ضمان حياة كريمة للموظفين والعاملين وتقليل الفوارق في الدخول وتحقيق تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية إن شاء الله كلنا نستفيد من هذا القبر وطبعا الموظفين كلنا عارفين إن مصر بتمر بظروف صعبة والأسعار زادت بشكل كبير والحياة بقت صعبة على كتير من الناس ومشروع قرار زيادة الرواتب ده مهم جدا لإنه هيساعد الناس على مواجهة غلاء المعيشة وتحسين مستوى المعيشة زيادة الرواتب هتخفف من الضغوط الاقتصادية على الناس وهتساعدهم على توفير احتياجاتهم الأساسية زي الأكل والشرب والسكن وهتخفف كمان من حدة الفقر وهتزيد من قدرة الناس على الشراء زيادة الرواتب هتخلي الموظفين إنهم يشعروا بالتقدير من الدولة موافقة النواب على مشروع قرار زيادة الرواتب خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح ونأمل إن الحكومة تواصل دعم المواطنين في هذه الظروف الصعبة ونشكر كل من ساهم في إصدار هذا القرار ونأمل إن يكون في قريب العاجل يعني زيادة أخرى في المرتبات أو انخفاض في الأسعار إن شاء الله وهنبقى معاكم في انتظار المزيد من الأخبار المهمة عن هذا الموضوع أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر وأوزع عرف من حضراتكم هل شايفين إن زيادة الأجور 50% هل ده كافي ولا لا ولا ننتظر انخفاض الأسعار وننتظر زيادة أخرى كمان أنا منتظر رأيكم بخصوص هذا الأمر أنا شايف إن دي قطوة مهمة من الحكومة لزيادة الأجور وخصوصا في الفترة دي وإحنا داخل علينا رمضان